موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله وبعد فأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة ومع قصة وعبرة وقصة اليوم أيها الأحبة هي أنه كان هناك واليا على بلد من البلاد وكان صالحا أراد أن يبني مسجدا واسعا ويضع اسمه عليه حتى يفوز برضى الناس وحب الناس له واشترط على جميع أهل البلدة ألا يساعد أحد منهم لا بمال ولا بجهد في بناء المسجد حتى يكون المسجد كاملا يبنيه وعلى نفقته حتى يضع على لوحة المسجد اسمه وفقط بدأ أهل القرية يعملون في البناء وبأموال هذا الوالي وقد بدأوا البناء وضعوا لافتة باسم هذا الوالي كاسما لهذا المسجد وفي يوم من الأيام في إحدى الليالي نام هذا الوالي فرأى أن ملكا نزل من السماء فمسح اسمه من على هذه اللافتة وكتب اسما لمرأة فقام هذا الوالي فزعا من نومي من هذه المرأة ولماذا ينزل ملك فيمسح اسمه من على المسجد وأنا أبنيه من حر مالي وسأل عماله هل أحد شارق أو يشارك في بناء هذا المسجد من ماله قالوا لا أبدا وفي الليلة التالية نام الوالي فرأى نفس الرؤية أن ملكا نزل من السماء فمسح اسمه وكتب اسم امرأة فقام الوالي مغضبا من نومه وسأل الناس وألح هل هناك من يساعد ويساهم في بناء هذا المسجد أم لا قالوا لا وظلوا يبحثون ولم يعثروا على شيء ثم في الليلة التاء الثالثة نام الوالي فرأى نفس الرؤية فركز على أن يرى الإسم الذي سيكتب على اللوحة بعد أن مح الملك اسمه فوجد أنه اسم لامرأة فحفظ الاسم ولما استيقظ قال اتوني بهذه المرأة التي اسمها كذا لا بد أن تأتوني بها وبالفعل جاب الجنود والعمال أرجاء المدينة حتى وصلوا إلى المرأة وأتوا بها وإذا هي امرأة عجيز كثير جاءت وهي ترتعش فقال أنت اسمك كذا قالت نعم لنفس الاسم الذي وجده مكتوبا على لوحة المسجد قال هل شارقت في المسجد وبنائه بشيء قالت لا يا سيدي كيف أشارك وكيف أعصي أمرك وأنت قد توعدت كل من يشارك في بناء هذا المسجد قال لا بد أنك شارقت بشيء قالت يا سيدي لم آتي لا بمال ولم أحمل حجارة ولا أقوم بالبناء ولم أفعل شيئا يعني يذكر قال إلا ماذا قالت فقط في يوم من الأيام كنت أمر وإذا بالدواب أعزكم الله حمير التي تحمل الخشبة والحجارة مربوط وبجواره سطل مملوء ماء وهو يحاول أن يصل ليشرب منه فلم يقدر فما كان مني إلا أن آخذت هذا السطل من الماء وقربته منه فشرب وارتوى قال هذا العمل العمل عملتيه لوجه الله فتقبله الله منك وأنا عملت هذا العمل بناء مسجد حتى أضع اسمي إليه فلما كان لغير الله لم يقبل الله مني قبل الله منك ولم يقبل مني العبرة الإخلاص جوهر الأعمال كن مخلصا فالله يقبل منك العمل ولو قليل كن مخلصا فالعمل الصغير تكبره النية والعمل الكبير تصغره النية يقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقول سيد الأنبياء والأصفياء محمدا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ونحن في شهر رمضان ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أحاديث متتالية سبب الغفران الذنوب يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما معنى إيمانا يعني تصديقا بأن الله سيعطيه أجر الصيام وما معنى احتسابا معناه أن يؤدي هذا الصيام إخلاصا لله عز وجل القيام وصلاة الترويح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقضى من زنب ليلة القدر وما أذراك ما ليلة القدر لابد أن يكون عندك إيمانا تصديقا بموعود الله والأجر فيها وكذلك نية صالحة ولذلك قال الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لم يكن أكثر عملا ولا أكبر عملا بل قال أحسن أجود ولما سئل السلف الصالح ما معنى أحسن العمل قال أصوابه وأخلصه يعني يكون العمل صوابا صحيحا نصوم نصلي نعبد الله كما أمر الله وكما شرع لنا رسوله صلى الله عليه وسلم وما معنى أصوابه وأخلصه ما معنى أخلصه أن يبتغى بالعلم وجه الله عز وجل ولذلك نقرأ في أواخر آية في صورة الكهف كل يوم جمعة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أيها الأحبة أول يوم تبنى إلى الله ثاني يوم حددنا الهدف في رمضان ثالث يوم نبدأ في العمل ولكن لا بد من الإخلاص وأن يصحبنا الإخلاص حتى لا يضيع الأعمال فمن قدم عملا بدون إخلاص قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تحكره النية ولذلك يجب علينا أن نهتم بهذا الإخلاص وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطونا وصية يوصي بها الرجل الأول في الأمة بعد رسول الله أبا بكر قال له قال له يا أبا بكر ألا أدلك على شيء إذا قلته أذهب الله عنك كثير الرياء وقليله قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعذوك من أن أشرك بك شيئا وأن أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اجعلنا من من يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة